لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول هي لحظات إنسانية مؤثرة عاشها الحاضرون في هذا الحفل التأبيني للإعلام الرياضي الراحل إدريس أهاب الصحافي السابق بالقناة الثانية من تنظيم نادي رحال لكرة القدم عاشية يوم الخميس الحمد لله هذا التأبين حاضرين شخصيات سياسية اجتماعية في الرياضية فالأطياف ديال المجتمع كلها حاضرة وهذا كيدل على الحب ديالهم لهذا الشخص فالله يرحمه الله يوصلنا له مسلمين وكانت منهوا هذه الباديرات تأخذوها دائماً في الأحياء ولكن بالنسبة للناس اللي يتوفه فكي يأخذوا الناس اللي في حياتي بأن الأخلاق والمبادئ والمهنية رأيه اللي كتبقى بعد الوفاة ديال الشخص مبادرة صراحة أتلجت صدور ديالنا اللي سمعناه أن الأصدقاء دياله والناس اللي خدموا معا في المجال الإعلام بغوا يديروا واحد لحفل تأبين للراحل خصوصاً أنا الفترة اللي تبوفى فيها كانت فترة كورونا وفعلاً ما ما درناش ذاك شي الواجب اللي خصويت دار يعني واجب العزاء وما شفناش بزاف ديال الناس نظراً لدوروا في الحجر الصحي جاءت هذه المبادرة فرصة أننا نشوفوا الأصدقاء دياله وتلوليدات دياله يتعرفوا على المجال الإعلامي اللي كانت يشتغل فيهم باباهم وما كانوا يعرفوا باباهم في الدار كأب مدابة فرصة أنهم يتعرفوا عليه من الجانب الإعلامي دياله والكوطة البروفيسيونال اللي كانت يشتغل فيه الحدث كان مناسبة لتنظيم مباراة استعراضية بمشاركة لاعبين دوليين سابقين وكذا فنانين على أرضية ملعب رحال بالمدينة القديمة للدار البيضاء اللقاء سادته روح رياضية عالية عكست العلاقات الطيبة والإنسانية التي تجمع بين جميع اللاعبين المغاربة الذين يشكلون دعام أساسيا بالميدان الرياضي وهو الميدان الذي عاشقه الراحل إدريس أهاب وأبدع فيها لسنوات من العطاء المحدود العلاقة ديالي مع المرحوم الزامل والصديق دريس أهاب كانت علاقة يعني طيبة وجيدة هو يعني ديمن قلبه كبير ديمن كيبغي يعاون يعني كانت ذكر دائما من كنت جيت يعني في اللي ديبي ديولي أنه زما عاوني بزاف بحلو بحل زوت زملاء ولكنه كانت عندو واحد ميزة خاصة أنه يعني ضحوكي ساكل كان اللي كيبغي يعاون ضحوكي ديمن اللي اكتسامة عندو الصادق ديالي حسن لوحمدي ديمن كيدل هات المبادرات واخي يعني كنكون خدامة ولا شي حاجة لابد دخسني نجي لأن هذه المبادرات كيكونوا زوينين وكانت لقاو مع الأصدقاء ديالنا وهذا تأبين لي ولكنه تأبين أيضا للناس خرين صحفيين الخرين اللي اعطاوه احنا اليوم في حفل تأبين ديال الراحي لدريس أهاب الصحفي القادير اللي تعلمنا معه بزاف وكان كان عزيز علينا وكلام وانفينو وهدي بادرة طيبة من عند الإخوان اللي نتفكروا بها للناس اللي اعزيز علينا والله يرحم جميع أموات المسلمين سيرتون اللي كانوا في الفاجعة ديالكورونا اللي فقد نفاء عز الناس لنا فرصة باش يشوفوا أحد اللاعبين اللي كان يتفرج فيهم في التيران ويشوفوا محداهم وحنا جيد سعادة أبدا تكريم هذا أو تأبين ديال الراحي لدريس أهاب الله يرحمه في النهار هذا عندما يخلص الشخص في عمله وعطائها ويترك سمعة طيبة بين دويه ومحبيه يجبر الجميع على احترامه حاضرا كان أم غائب والإعلامي الراحل إدريس أهاب جعل ابتساماته وتفانيه في عملها سلاحا أخضع به الكل للاستمرار في محبتها رغم رحيله عن الدنيا